قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطارات الندى يا كل معنا للجمع قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طهر قطارات الندى يا كل معنا للجمع أروحنا مثل الحمام نشتق من عام اللعام أروحنا مثل الحمام نشتق من عام اللعام قد عدت بالأجر الجزيل تعطي الكثير على القليل بالفضل من يزكى الجليل رمضان قد طاب الوصال من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمداً أبد الله ورسوله الصادق الأمين ورضي الله عن سهابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهن اليوم في درس جديد تمثل في تفسير القرآن الكريم واليوم نهن في صورة بعد الصورة التي تقدم صورة الملك والصورة التي بين أيدينا هي تسمى صورة القلم وتسمى أيضاً صورة النون وهي صورة مكية صورة مكية وهي بحسب ترتيب الرسم القرآن الكريم هي الصورة رقم سمانية وستون تقع في هذا الرقم وفي هذا الترتيب هذه الصورة أو في ترتيب القرآن الكريم هذه الصورة المباركة هي تحتوي كثير من الآيات وآياتها اثنان وخمسون آية وهذه الصورة الكريمة تشتمل على كلمات على كلمات وكلماتها سلاسمائة سلاسمائة كلمة مفردات مفردات الكلمات زينون والقلم وما يسترون هذه تسمى كلمات يعني كلمات مفردات مقاطع سواء كان فئلا أم اسما كل ذلك يقال له كلمة هذه الكلمة يعني تكون منها معنى أو لم يتكون منها معنى نسمى كلمة وهذه الصورة الكريمة تشتمل على هروف أو تتكون من هروف وهروفها ألف ومئتان وست وخمسون ست وخمسون حرفا هذه الصورة الكريمة نزلت بعد صورة العاديات نزلت في ترتيب النزول وليس ترتيب الرسم ترتيب النزول نزلت في بعد صورة العاديات ومقامها في الرسم والترتيب القرآن الكريم هي فوق العاديات والعاديات تحتها ولكن في نزام النزول أو في ترتيب النزول هي نزلت بعد صورة العاديات هذه الصورة الكريمة هي صورة تتحدث في أصول الأقيدة الكبرى تتحدث في أصول الأقيدة الكبرى ومحور الكلام أكثره يتناول وتتحدث عن ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته هذا هو المهور الكل أو الجل بالنسبة للصورة وهذه الصورة الكريمة قال الإمام الخرطبي إنها جل نزل يتكلم وتتناقش الصورة وتشنع الصورة جلها نزل في الوليد ابن المغيرة وأمر ابن هشام أبو جحل فبدأ الله سبحانه وتعالى أول السورة الكريمة بحرف من الخروف التي يتكون منها كلمات فقال النون والقلم وما يسترون هذا الكلام كلام كثير حول هذا الكلام وقلمة النون تكلم فيها المفسرون كلمات أو كلاما كثيرا ومن بين ما تكلموه وتحدثوه قالوا كلمة النون الله قسم هو اسم للسمك سمك أظيم كبير يوجد تحت أرضين السبعة والأرض كلها على ظهر هذا السمك على ظهر هذا السمك وقال إمام إمام ابن جزي الكلبي القرناطي قال هذا الكلام غير صحيح قال أنه ضعيف لأن كلمة النون لو كان يراد بها السمك لدخلت في العراب سواء كان صرفا أم إعرابا ولكن النون هذه لم تدخل في الإعراب لأن الإعراب جزء من المعنى فعندما لا يفهم من الحرف معنى الدقيق فإن الإنسان لا يستطيع أن يعرف يعرف الكلمة ومن هنا كان هذا الكلام ضعيف وقيل كلمة النون اسم للدوات الدواية التي يكتب بها الناس تسمى من أسمائها النون من أسمائ الدواات نون ولذا ربنا قسم بالقلم وقسم بالدوات التي يكتب بها القلم إذن هذا عيدا أيضا قال ابن جزي الكلبي قال هذا عيدا ضعيف لأن الدوا نعم اسم معرب وبإعراب هذا يؤرب على حسب العوامل أما نون هذه لا تؤرب كما تؤرب الدوا إذن صار هذا الكلام أيضا ضعيف الذي تميل إليه أكثر التفاصير وقد يكون هو الصحيح أنه النون هذا حرف من هروف التهجي حرف من هروف التهجي يعني حرف من هروف الهجاء حرف من هروف الهجاء لا فرق بينه وبين ألف لام ميم ألف لام رأ لا فرق بين هذا وهذا نجد أن أهل العلم يذكرون يذكرون في هذا قالوا ربنا قسم بن نون وبقسم بن نون تنبيه على إعجاز القرآن الكريم هكذا الإمام القرطبي يقول إن الله سبحانه وتعالي ذكر نون وذكر ألف لام ميم وذكر غيرها من الهروف المقطعة التي افتطى بها بعد أوائل الصور دلالة وتنبيه على إعجاز القرآن الكريم أن القرآن معجز معجزة أن القرآن نذل باللغة العربية نذل باللغة العربية ولكنه افتتح بعد صوره بهروف هي هروف المعروفة التي يتكون منها الكلمات ولكن في النهاية العرب أجز عن معرفة هذه الكلمات التي افتتح بها الصور إذن تبين أن نزول هذه الهروف المقطعة التهجي في أوائل الصور دل على أن القرآن جاء معجز للعالمين جميعا وما استطاع أن يفق هذه الصور لمعانيها ويكشفها للناس فما استطاع الناس إذن هو من قبيل المتشابه الذي لا يستطيع الإنسان أن يعرف معناه ولذا عبد الله بن عباس في هديث له قال إن القرآن ينقسم إلى ثلاثة نعم قسم استعصر الله بعلمه مثل نون ألف لام ميم ألف لام رحاميم هذا قرآن ولكن الله استعصر الله بعلمه لا يعرف معناه إلا الله وقسم آخر لا يعذر الإنسان بجهله لا يعذر الإنسان بجهله مثل قل خوالله أحد هذا لا يعذر الإنسان بجهله ما دام ينطق باللغة العربية فكلمة أحد نعم هذه واحدة وابها لا تحتمل إثنين ولا تحتمل سلاسة إنما واحدة يتكون منها الهساب ابتداء من واحد إذن هذه من جهل وقال لا أعرف كلمة أحد هو من الذين ينتقون باللغة العربية نعم لا يؤذر بهذا ولا يقبل منه أذره وقسم آخر الله شارك به إباده لأن يفاعل أزهانهم ويفاعل أقولهم في الوصول إلى استنباط الأحكام التي هي شريعة الأمة الإسلامية فهذا القرآن ينقسم إلى هذه الأقسام إذن نون هي من قبيل القرآن الذي استعصر الله بإلمه دون سواه إذن ربنا سبحان أخوة تعالى يذكر لنا ويقول نون والقلم وما يسترون طيب هذه الهروف المقطعة والتحجي إذا هي نزل لإعجاز إذا نزل لإعجاز معنى لإعجاز البشر حتى لا يصل إلى إدراك هذه المعاني إذن دل على أن هذه الهروف هي جديرة أن يفتتح بها أوائل الصور وإذا كانت بهذه المسابة وهذه العظمة وهذا الشرف الكبير لهذه الهروف المخطعة نعم الله يقسم بها الله يقسم بها ومن هنا الله قال نون والقلم نون الله أعلم بمراده من كلمة نون كما يقال في ألف لا ميم الله فألم بمراد ذلك نعم هنا أيضا في القول الحقيقي الله فألم بمراده بمراده كلمة نون وكلمة نون هذه مكونة من ثلاثة من ثلاثة هروف نون ووسط موا إذن كلمة هذه الهروف السلاسة هي اسم لهذا الحرف وهو نون اسم لحرف النون فنأتي ونقول النون في ذلك الهروف كلها تجد مثلا الباء هذه حرف واحد لكن اسمها مكون من هروف لنجن نقول باء مكون من ثلاثة هروف باء ألف همذا وهذا عيدا من قبيل هذا ثم الله قسم بال والقلم والقلم القلم قلمان قلم الوهي وقلم الدنيا وقلم الدنيا ينقسم إلى أقلام قلم الوهي الله خلقه قلم الوهي وقلم الخلق الله خلق قلما وهذا القلم هو الذي أقسم الله سبحانه وطالع به نور والقلم إذن هذا القلم خلق من نور القلم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى خلق من نور وطوله كما بين الأرض والسماء وطوله كما بين الأرض والسماء عندما خلق خلق الله القلم قال له اكتب فقال القلم وما أكتب قال أكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فقطب فقطب القلم كل المقادير كل شيء كتبه وكل المقادير كتبت في لوه المحفوظ الخلق والأجال والأرزاق والمصائب والرحمة وما ينزل على البشر وما ينزل على المخلوقات كله كتب وبعد أن كتب جف القلم وسكت القلم لا ينتق ولا يتكلم ولا يكتب إذن هذا القلم لأظمة هذا القلم الله قسم به قسم به والقلم ثم هذا القلم الله خلق إباده في هذه الدنيا وفي هذه الأرض وجعل لهم شؤون في هذه الأرض وأنذل لكم دين إذن هذه الأديان لو لا القلم لما بقي دين لو لا القلم لما بقي للناس دين ولذا الله أنذل القرآن الكريم منجما وكان لهذا القرآن الناذل ولهذا الوهي الناذل نعم كتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية كتبوها كتبوها ولذا آل العلم يقولون لو لا القلم لما بقي على وجه الأرض دين دين لا يمكن أن يخفص ولا يمكن أن يضبط إلا بالأقلام إذن يعني قلم يكتب وحي الله ودين الله يكتب قلم في هذه الأمة الإسلامية قلم كتب الوحياء كتب الوحياء وقلم آخر كتب الرسائل الرسائل التي تكتب وتصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وقلم آخر كتب المعاهدات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أناس آخرين وقلم آخر جاء من بعد ذلك أقلام التي قد كتبت القرآن وساقت القرآن بعد استكمال الوحي وبعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفيق العالم القرآن جمع إلى مصحف واحد وذلك بأمر وبإشارة من سيد عثمان ابن عرفان رضي الله عنه إذن هذه نقلت الموجودة والمكتوبة إلى مصحف آخر أقلام أخرى جمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لا القلم هو الذي كتب أهاديس رسول الله وجمع هذه الأهاديس لما وجدنا حديثا واحدا لما وجدنا حديثا واحدا ثم جاءت أقلام التي تكتب تاريخ الأمة أو تكتب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدون تاريخ الأمة الإسلامية لو لا هذا القلم لما وجد الناس تاريخ أمتهم لما وجد الناس سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ولكن بهذا القلم ولكن بهذا القلم كتبت السيرة وكتبت تاريخ والناس تمتعوا إلى يومنا هذا بتاريخهم وبسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهذا التاريخ يعتبر أكبر زخيرة للأمة الإسلامية يرجعون إليها نعم ويتصلون فيما يقرأون من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم آخر جاء وجاء يستنبط الأحكام من القرآن ومن السنة القرآن نذل كهالته هذه بين عيدينا ولكن هذا القرآن غني يعمل معاني يعمل معاني ويعمل أحكام كبيرة هذه الأحكام الكبيرة كيف تخرج لأنها مضمنة في الآيات القرآنية ولا يمكن أن يصل إليها كل الناس فالله سبحانه وتعالى وفق من بعد إباده ودرسوا الكتابة ودرسوا السنة وقرأوا اللقاء الأربية وتبحروا في كل الجوانب واستطاعوا أن يغوصوا في القرآن الكريم ويخرجوا اللعالي والأنوار التي هي في القرآن الكريم من الأحكام التي من جملتها الواجب والمحرم والمكروه والمندوك والمباح هذه الأقلام أقلام الفقهاء والمفتيين أقلام الفقهاء وأهل الفتوى كتبوا وقرروا جاء أقلام أخرى ما استنبطه مالك وما استنبطه الإمام الشافعي وما استنبطه أبو حنيفة وغيره من سائل أحمد وغير من أهل العلم جاءت أقلام أخرى لتفند وتوزع وتعطي كل مسلم يجد نسيبه ولو ترك الكلام كما استنبطه الفقهاء لما استطاع كثير من الناس أن يفهمونه ولكن جاءت أقلام أخرى هي أقلام الشرح أقلام الشارحة لمستنبطات الفقهاء وشرحوا هذه بشروح وافية وجاءت شروح أخرى لما شرحه الأولماء ما تسمى بالحواشي نعم زادت توسعة للمعنى ومددت أكثر في تبيين المعاني نعم أقلام أخرى كتبت في ماذا كتبت ودونت وجمعت اللغة العربية لو للقلم لما وجد الناس اللغة العربية لداع كل شيء وما وجد الناس اللغة العربية الصحية التي نتق بها القرآن الكريم لكن الله حيا من إباده وجاءوا ودونوا اللغة العربية وكتبوها بأقلامهم وفندوها بأقسامها سواء كان نحوا أو صرفا أو بلاغا أو شعر الجاهل وفي الإسلام كل ذلك دوب هذه الأقلام نعم هي عون للأمة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة